ودلوقتي مشاهدينا خلينا نشوف معاكم سؤال حلقتنا وإجاباتكم إيه الحاجات اللي كنتم أجلها لبعد العيد وحتعمل فيها إيه؟ نبتدي في أول تعليق مع محمد الشازلي محمد الشازلي قعد في البيت وبيجاوب إجاباته طيب بيقول بعد العيد الكبير إن شاء الله يعني كل سنة وانت طيب يا شازلي طبعا بس يعني إن شاء الله بس انت محددتش العيد الكبير في أي سنة برضو لأن أنا عارف البلان اللي بتضرب أرجوك بتحليش أفكار برضو شوية يا جماعة ما تبقواش ضيقيني الأفق برضو خلوا الموضوع كبير كده شوية طيب فيه كمان عندنا نرمين هشام وهي نرمين يمكن من الناس اللي بيبعتوننا على طول كل سنة وانت طيبا نرمين طول الصباح الخير والسعادة عليكم الحاجات اللي كانت أو كنتم أجلها لبعد العيد هي المذاكرة وهعمل فيها إيه؟ هبدأ أراجع اللي فات علشان أكمل مذاكرة لأن أنا حاسة إن كل حاجة تحزفت من دماغي وغير كده إن فيه الكلية كمان كام يوم ومراجعات فيه الكلية وده هيحصل عندنا كمان كام يوم يعني دعواتكم ليا بالله عليكم كل سنة وانتم طيبين يعني ربنا يا رب يعني يسهلك الصعب كده يا نرمين ويتبقى سنة خير كده أبدا نسهلك الصعبة يا نرمين أنا قرار بأجل المذاكرة عندي الامتحانات بسم ذاكرة أولادك ما عليك في الآخر أقال بأذكر مش فقرار عندي الامتحانات الأسبوع الأخر الأسبوع الجاي فأنا برضو كنت بأجلها لبعدها بس أنا هعتبر العيد لسه ممتد أنا لسه ما أجزتش أبس إحنا كده بنتحك على نفسنا يا مانا مش ده اللي احنا قبل الفاصل أيلين هنعمل حاجة من أنت بتضرابي اللي احنا بنتفق عليه ما خليني مرضو أني بقى وقعين أنا واخدش أجازة في العيد فأنا لسه ما عيدتش خلاص الأسبوع ده أجازة العيد كملي وبعد كده بقى من أول يوم السبت من الامتحانات أبتدي مذاكرة للولاد بعد الامتحانات ايه فكرة كميزة؟ لا خلاص طيب خلينا نشوف أنا والله أعمل إيه بس دوق هو ده بقى اللي بقوله لك الواحد بي أعمل بلان طيب في عبد الحاكيم فهيم الحايز بيقول صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضراتكم دايما العيد فيه جديد واحنا بعد العيد هنقبض المرتب وهنزل أشتري لبس العيد لي يعني قرار متأخر شوية أعتقد بس يعني فيش حسن من الواحد يفرح ويشتري الهدوم برى الزحمة صحيح والكولاكشن الجديد يكون نزل لا فيه أفكار فيه أفكار الإعلامي محمود مكاوي بيقول صباح الخير عليكم والله هي الحاجات اللي مأجلها كتير منها مذاكرة لامتحانات الفرق الرابعة إعلام وطبعا مشروع التخرج فقدر فيه لنا مسات النهائية وامتحانات الشفاوي ربنا يوفقنا ويسعد صباحكم صباح الفل عليك يا محمود وإن شاء الله تبقى زميل قريب جدا يا رب إن شاء الله اللهم أمين فيه كمان سماح النبوي أو سماح النبوي دولي ياه 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 يا عبد الصالب عبد الله طيب قبل الفقرة فكر يفع أقولك ياه يا عبد الصالب لا ما تخلش حاجة في نفسك كمين أنت عاوزة أقوليه على طيب لا تتردديش طيب عبد الحكيم فهيم الحيس وده صديقنا بيقول صباح الخير صباح الخير عليكم العيد دايما فيه جديد إحنا بعد العيد هنقبض المرتب وحنزل أشتري لبس العيد لبرده أشتري لبس العيد نزلت متأخر تقريباً أو في بعض الناس بتقرر اللي هي تشتري لبس العيد بعيداً عن الزحم يعني أنا واحد من الناس بالنسبة لي لبرده أشتري لبس العيد خلاص بحس إن هي مرحلة زي ما إحنا الترفعنا هو كل مرحلة ولها متطلبتها ما تفهميش بقى ده النضج خلاص بقيت زهد والله فعلاً لكن بس فكرة هقولك على حاجة تانية فكرة أنا أي وقت من السنة عاوز فيه لبس ما أجيب لبس مش لبسي مرتبط بأعياد أحياد ديو أنا صغير كان لازم جايب لبس مش جايب لبس لازم أجيب لبس في العيد دلوقتي أعتقد أنا موضوعها بالنسبة لي أولويات وأنا الحاجة دي أنا محتاجها ولا مش محتاجها يعني برضو عميق قوي مش محتاجها لا والله مش عمق والله فعلاً أنا هو لا يا أحمد أحنا طبيعة شغلنا بتخلينا نشتري طول الوقت لبس وجزء جيد جداً من ميزانيتنا بيبقى موجه لللبس حلوة مش بقولك عمق النهاردة والله العمق بسيطر عليه لا والله فكرة والله فعلاً حتى لو أنا مش موزية مل هشهدك خلاص أنا شعلك طيب تجهيزات الجواز أنا خالص أنا انت عمل تتحق فلوسي من وشوال خالص يمكن ما بطل اشتري بالي يا حب عشان من انتي بتقولها لدي طيب في أحمد الشقة بيقول صباح الخير يا أستاذ عبد المعصود يعني هو عبد الصمد عبد المعصود مش فارقة كتير كلها أسماء ربنا يعني والأستاذة مننا يا لدي صح آي الحمد لله أكيد طبعاً كنت مأجل موضوع اللبس علشان هقبط بعد العيد هنزل أجيب لبس بقى ودلع نفسي يعني يا ربنا يجعل أيامك كلها بلع يا أستاذ عبد طيب واضح إن في ناس كتير كانت مأجلة الهدوم لبعد العيد وواضح إن في ناس كمان كتير مكادش أخدت فلوسها قبل العيد فكانت محتاجة على العموم ما تزعلوش خالص بالعكس والفلوس اتحوشت وكده هتحسوا مباركتها أكتر بكتير من أنها كانت تيجي في العيد وتتصرف وتبقوا قابدين بدري شوية عن ما انتم بتعواضين كل شهر نلقف معين العقل بارتو مش كده ده بص دايما للنص اللي